شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماتس دوت كوم شاهدوا المزيد من الأفلام على القلم مش محتاج يسافر برة دلوقتي هو عنده إيه بسط هو عنده تضخم في القلب بس إحنا أملنا كبير إن شاء الله إن التضخم ده يروح بالأدواء اللي بديت دهال لو يفرد ما أخفش والله أنا مش عايز أزعيفكم ونسبة الأحداث بس إحنا في الحالة دي أملنا الوحيد إن إحنا نزرع له قلب جديد قلب جديد؟ قلب جديد؟ يا حبيبي يا ابني؟ يا حبيبي يا ابني؟ والله مني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطفة فيه يا رب لا ولا قوة إلا بالله إذا كله؟ مصف مليون جنيه مكسبك في العملية أحد ده طبعا بعد خصم مية وخمسين ألف نسبتي وخمسة وعشرين ألف مصاريف يا دين النبي إنته بتكرم جداً يا دين؟ مالبه هزر نص مليون قدامك هم المسهم وحسوهم وشموهم زي ما أنت عايز ده حقك ونصيبك ده أنت ويحترم السماء أنا ليه ما حرفتكش من زمان؟ هاهاهاهاه كله بقواه يهم يا حج صح قد عاليم وصلاتك حسب الاكتفال أحبك أحبك ونت أمصحصح معاية يا حج كلام صح صحيه بقى، أنا كان لازم أصحصح معك من ستة وعشرين سنة تصور رليم، أنا بكافح في المدبغة دي وفي المحل بقى دي ستة وعشرين سنة ما تحصلتنيش فيهم إلا يمكن على ستة سبع مليون جريب كتير ومئة ألف آهيف قدتهم لك لمدة أسبوعين اثنين أسبوعين، يوم يرجعوني بنص مليون دي، 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 أربعة، خمسمائة المي يا حج لو قلت لك على عملية مكسبها ألف المية عملية إيه دي؟ صفقة العمر يا حج المليون فيها يرجعوا عشرة مليون عشرة عشرة مليون؟ ليه؟ هنتاجر في إيه؟ في الكودافين في إيه؟ الكودافين الكودافين داك عدوك واحة اللي بياخدوا لعين الصيعة في الشارع عشان يصطلوا وعملوا دمخ الله ينور عليك لو معاك رشدة الإزازة منه بعشرة جنيه ما معاكش الإزازة بتوصل تلتمين جنيه يا ديني النبي تلتمين؟ يا تلاتين ضعف وعليه طلب وشاحح مش موجود يا حج أيها نديم بس ده مخدر ومحطوط عالجدول جدول إيه؟ احنا ما لنا هم مالك جدول بس يا حج الله ومش فيه ناس تعبنين بجد ومحتاجينه ها أكيد يبقى داوة داوة زي أي داوة ويجب علينا ندخاله أيها وإذا بقى إن شاء الله هندخاله في الأجزخانات من أبو عشرة ولا؟ لا طبعا أكيد هنبيعه من أبو 300 إحنا هنبيع الجمل بما حمل لحد متخصص وهو ونيته بقى كلمك معقول الاتفاق مش إحنا أول ما توصل نسلمها له ونستلم إحنا بقى فلوسنا اللي بعد كده ملناش فيه أيها بس إحنا إحنا هندخاله زي وهنجيبه منين في مصنع أدوية في الصين بيصنع خامل مددين إحنا هنتفق معهم على الكمية اللي إحنا عايزنا ونخليهم يحطوا هنما فعيلة بصفيحة ويغطصوها فعيلة بك كلها ونستوردها بقى فشوحنة ببطاقتك الاسترادية في كل تنر على مصر وانت خالها على أدنها كل كل عادية بتستعملها فشوحنك بطاقة تنر؟ إيه عندك يا عم النديم هاي 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 ده لكين راح بقى متصدر ودي مسؤولية عناية لا 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 يا حاج يا حاج دي صفقة العمر وانت هتعملها كل شوية ده هي مرة مرة وشكرا على كده عليش ولو انا راجل طور عمره محترم وليه اسمي وسمعتي وماقدرش هخاطر واعمل حاجة زي دي أباد ده لشان اللي انت بتقوله ده يا حاج الشوحنة دي هتعدي في أمان انت راجل اسمك زي الدهب وسمعتك زي البرلند محدش هيشك فيك جريعة مناتيب انت بتطلب مني حاجة ممكن تدمرني وتهدي كل اللي انا بنيته ايوه حاجة بس ممكن تعدي وترفعك لسبع سمة وتعمل منها سروة عمرك ما كنت تحلم بيها حاجة حاجة ما تنساش المليون بيعمل عشرة والعشرة بيعملوا مئة مليون أوه يا طيب الدني الدني مهورة أفكر بماشي، ماشي أحاجة براحتك افكر زي ما انت عايز بس ماتخدش وقت أحاجة في التفكير علشان لو مش نوى---- لنقى حد ثاني بدل الفرصة ما تروح من يدي هنفكر الله يا حبيبي دي جنن حلو Ты ربنا يخليك ليا يا ربي nogle محرميش منك قبلك مش تقول لي لي بمناسبة ايه؟ هو في بين الراجل وامراده كلام من ده ايه بس اكيد فيه سابق ايه هو؟ خلص صفقة الأدوية مع نديم كسبت منها نص مليون نص مليون جنيه؟ وشك حلوة قوة على عرصة الهنم كده حاف كده مفيش غموس والغموس في اصباعك اهو؟ لا يا حاج دي هدية عريس لعرصة وعدها لك يا حلوة ما تلقل صوار ده شابكة بنص مليون قديك قلتها يا حاجه شابكة انما الشغل حاجة تانية شو قولي ايه؟ هو انت عملت حاجة؟ هو مشانا انا معرفت بنديم حاضر يا حلوة نبقى انا عراك بعشرين الف لا اقل من الخمسين مش هينفع يا حاجه خمسين الف؟ عشرة المية؟ عشان ايه؟ عشان بتحبني؟ وما تقدرش على زعل غالي واضطرة برخيص يبقى انا عواضح مع عملية تانية طيب حدخو لملة بانية واستنك فيه ماشي ما تنسيش تحطي بالشامبول بريحة الخوخ ريحة وبتعجبني عليك اوي اوي من عناية يا حاجه يا دخلة من برد الحمام خوخة خوخة ايه؟ انت اشترى عسل وربنا عسل حمام احنا يهمينا حمام خير يا حاج قالوا لي انك طلبتني انت تعرف خبيل متامن كويس اعرف خبيل متامن كويس انما ليه يا حاجه؟ فعاوزوا يتمل لنا الفيل لو شقة سكندرية والمباغة والمحل عصنا ويتر هرهم للبنك خير يا حاج فالله شهر ما تتعلي يا انت ما تبقاش خفيف كده هلقتيني يا حاج؟ انا قصب اجمع فلوس وداخل على خبطة عمري لازم اوفر لها كل جنيه لان كل جنيه هحطه فيها هيرجعلي ألف زيه يا ألف الهربية انما عملية ايدي يا حي الهدوية متهربة يا انهاري سود دا كده بعوق حاج جولابي بالعشمان كل حاجة مترتبة ومش ناقص غير التنفيذ في قصر عوانت بعدين عوق ليه يا دي ادوية هتعالج الناس واحنا هنتجر في المخدرات بس متهربة انا اقولك علي تعمله انت ساكن ومش حاوز اي مخلوق يعرف الموضوع دا غيري انا وانت فاهم اذا كلكده ماشي ماشي ايه الأخبار النارد؟ لسا الحال حالي ايه اشرب يبدو ربنا كبير يا حبيبي بابا يا بابا انا مش عارف اعمل ايه حاس ان حياتي وافت ومش عارف اكملها ازاي وبعدين معاك يا اشرف يا ابني ما تعملش في نفسك كده انت راجل مؤمن وما تيقسم رحمة ربنا يا ابني ترحمة ربنا واسعة وانهما بالله اومي وانهما بالله اتفضل قهوة على مزاجك مالك يا حبيب شكلك معموم وانا مشوخدة على كده عمر بن عشق ابني تعبان قوي من اخي غص عليا عيشتي ماله يا أخويا كفر للشر عنده إيه؟ تضخم في الآن تصوري يا لهوي الشر بره وبعيد قلبه وكن علي قاوة نعمة مش عارف عمله حاجة يا أخويا الشفى من عند ربنا وإن شاء الله حيخفه يبقى زي الفل بس أنت هتحك بقى أنا مش واخدى عليك أنك تبقى مقشر كده أنا نبس أفرح وربنا نبسي أفرح بس الدنيا مش ممكناني ولا يهمك يا حاج أنا حنسيك الدنيا واللي فيها كله قص بقى هنحط هنا فوزة ورد كبيرة قوي وندهن الحطة دي كلها موف موف آه لون البلوزة بتاعتي ده لون طالع مودة موت وكمان هنحط هنا كنبة لونها أصفر عشان تمشي مع الحطة دي كناري برضو طبعا كناري دي هتبقى روكنات جنن آه طبعا طبعا هتجنن من كتر الألوان العجيب اللي هتبقى فيها دي هتبقى ألوان مبهجة هتخلي بيتنا ولا الجنة جنة فواكه زي بتوع العصير كدا هههههه بص يا حمالتي إنت أعملي اللي إنت عايزاها البيت ده أصلا بيبقى مملكة الست والراجل الراجل مجرد ضيف مش أكتر ليه يا سعد هو أنت مش نواي تعيش معايا هنا ول læ إيه ده كلام برضو ده أنا أمنية حياتي أنه أعيش معاكي في بيت واحد بس انا قصد يعني ان انا حبقى ملخوم في الشغل طوله النهار انما انت بقى هتعودي فيه في البيت طبعا لا في مملكتك عشان كده يا حبيبتي لازم تعمليها على زوئك وعلى مزاجك عشان تعرف تعيش فيها صح ولا انا غلطة صح ابتدت تفهمني مبروك ألف مبروك يا ست نورة ألف مبروك يا ست نورة الله يبارك فيك يا هنية انت بفلة مبروك يا حبيبتي ألف ألف مبروك ربنا يتمملك حملك على خير وسلام قادر يا كريم الله يبارك فيك يا مام اهو انا قلت بقى اجيلك بنفسي وقلت مش بيت نيفون عشان تسمعي خبر حلو يفرحك يا حبيبتي الحمد لله على كل حاج هتبقى جدد تاني مورة يا ماما كاوس اهو انا فرحانة اهو ان انا هبقى جدد تعرف يا طنف الحكاية دي خلتنا فكر ااجل سفري ليه هو انت مسافر ما دا تاني خبر حلو جبناه لك معنا يا ست الكل خير يا حبيبتي بس للجامعة اخترتني للقعرة وهسافر جامعة السلطان كبوس الاسبوع الجاي ألف مبروك يا حبيبتي بس نورة حامل هتركب طيارة ازاي ما انا حاعد معاك لحد المرقوف يسافر ويرتب اموره هناك ويبعتلي هسافر له على طول الله طب وهتولدي فين بس يا بنتي ما تقلقش يا طنط هنبقى نيجي هنا عشان تولدت طب وليه بس يا ابن الشحتاطة دي بقولك يا حبيب روح انت رتب امورك واسيب لي نورة تولد هنا تبقى في حدني انا ايوة طنط بس دول تسع شهو ما الحامل دي عايزة عناية واهتمام طول الوقت ده انت حامة صعبة قوي مش اصعب من جزك يا حياتي وبعدين انا قلت رأيي بقى وانتو حرين فيه على فكرة يا نورة ماما كوصل عندها حق انت فعلاً تسفر بالنسبالك دلوقتي هيبقى بعدها خليك انتي هنا وانا هسافر اول ما رتب اموري وازبط كل الحياة هناك هبقى انزل اجازة بعد ستة شهور طب وفرد ما نفعش حسابه موايجي طبعاً ما انت عارفاني مجنون رسمي الخبير المسمن بتاعنا قدر ممتلكات ساعتك بستة مليون جنيه وفايدة اتناشر في المية ايوة فريد بايه بس ده ده ليل وليل قوي 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 فخبير اللي انا جبته قيم بعشرة مليون يا عبد السطار بيه دي امور بنكية ما نقدرش نتخطاها وساعتك سيدي العارفين البنك عندنا ما بيسقش الا في قراء خبراء معينين طبعاً عشان بيحبولوا يا باشي صدقني يا حج لو في ايدي اي حاجة اعملها لساعتك موجودش اتأخر ساعتك عميل قديم وقاشة عمر ما بينك ماشي ايه بقى المطلوب عشان نقدر ننفذ اجراءات القرن اوراق المرهونات واسبتات الملكية واسيبي الباقي على الله وعليا واللي فيه الخير يعملوا ربنا والكمل حمطور وقت حمطر الانتجاب واعود قدام الحمدلله على السلامة يا حج الله يسلمك يا حج الله الله انتي ايه لمسهارك لحد دلوقتي انت منهم بركابك بدر بدري نعم استنياك يا حج ليه في حاجة؟ في حاجات خير من ساعة مارجعت من سفريك لبنان وانت متغير اه متغير زايا يعني صهرك كل يوم برا البيت سبغت شعرك قمصانك الملونة وبنطلوناتك قلعت الجلابية حاجات كتيرة قوي بقى شكلك غريب اه عندك حق يا حجة حاكمانتي مرايتي اللي بشوف نفسي فيها مدارك كتبة ولا تزوير انا فعلا تغيرت يا حجة بس انا ااصل التغيير ده ليه يا حج؟ انا اصلي داخل على صفقة عمري لو تمت على خير بإذن الله حياتنا هتتغير خالص صفقة؟ صفقة ايه دي؟ توكيل مواد كيموية بس ايه حجة مركة معتبرة وعملية زي دي تغير من نفسيتك كده؟ وقابه كده كمان بقولك حتوديني حتة تانية خالص انا حبقى الوكيل الوحيد المعتمد في مصر وفي الشرق الاوسط كله طبعا عمالية زي دي بقى محتاجة ان اللوك جديد يعني لبس جديد شعر جديد انا بفكر ألبس بروكة بس انكسافت من الناس وخصوصا حجة ان انا هتعمل مع اجانب ونسع اللوي قوي لوك جديد هم بقى عايزين شاكلك ولا عايزين شغلك يا حجة فهمي كل مرحلة وليها مكحلة عشان الشحلال انا مش فاهمة منك حاجة بصراحة انت قادرة احضرلك العشة ولا تعشيت برا زي كل يوم يا حج لا زي كل يوم تسبح على خير وانت من قالوا يا حجة طوارد جبيل حنطور تكتم 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 وقت حنطر تتم 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 تمام يا أخطر تمام يا حجة بكل شانطة للمص كده يبقى المبلغ عشرة مليون جنيه بالتمام والكمال يا حجة شكرا يا باشة عربية جازة يا مختار احضر جازة حجة عربية ركت الله نعم يا ركت الله شكرا يا سيلي شكرا يا سيلي تحت عملك يا حجة شكرا يا سيلي اه اه تاني تاني يا حجة لا تاني ايه ده المراري حتمضي على مية وصل كل وصل بمليون جنيه ايه 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 حجة انت حيست وديني في داهية لا مش داية واحدة دول مقازة حيبقوا مية داية ده لو يعيب تبديلك انما لو مشيت مظبوط وصلتك هترجعلك وفوقك 15% نسبتك هم تحجي فهم يعني من شوية الوصولات دول هم اللي حجمنوا لك حدك طب انا ممكن اخد الفلوس وكدت برا مصر دول عشرة مليون يعيشوني باشة فيها يا حد معشا كده انا جاي معك الصين تيجي فيه رجلي على رجلك ده شقع عمري كله وسلم فوقه بالفايز كمان وعندش استعداد اخسره ابدا ايه حجة بس يا ده تعم عليك وحطعم اكتر لو فلوس سفرت وثبتني هنا الوحدي عشان كده انا لازم اجي معاك واشوف الفلوس دي وهي بتتدفع للصينيين قدام عليها يا كده يا مشتاك ميش بدتشوف يا حجة هند بقى الوصولات واشوف هاوس كام عربون على الشرط ربك العمليات عربون ايه يا حجة الفلوس كلها لازم تدفع قبل العمليات كرانة بقى شرتوهم الوحيد ما تغفر طلعا من الصابين لا نصابين نصابين ايه عيبة حجة دون ناس محترمة ناس ليهم وضعوهم واسموهم في الصين يعني ايه دون ناس معلمين محترمين بس الصيني جرى يا حج انا قلتلك ان دي عملية مهمة ولازم احضر اتفاقها بنفسي انا كل اللي عاوزوا منك بس تدعيني ربنا يستورها معاها ويسهلها لي انها قدر اخدها من بوق المنافسين ربنا يستورها معاك وينصرك على كل مني عهديك ويسر لك كل امن العسير قادر يا كريم يا رب اوعى كده اوعى كده اوعى يا سماء انت مالك بقى لك فترة واحدة مني جنبك ده ليه اصلك ما بقيتش تحبني زي الاول مين ابن الكدابة اللي قال كده انت انا يتقطع لساني لو كنت قلت ما هو مش لازم تقول بالكلام بس قلت بالمحسوس محسوس ايه وملبوس ايه انت بتتكلم بالالغاز كده ليه ما هو بصراحة كده يا سيم مختار كون انك مش عايز تخلف مني يبقى انت مش حبيبني بجد والظهر كده ان انا في حياتك مجرد نزوة نزوة تجيبت الكلمة دي من ايه او بيقولوها في مسلسلات التلفزيون يقطع التلفزيون اللي واكل عقلك يا بيت يا بيت يا عقلي وبعدها مش عايز اجيب منك عائلة يا لهوي يبقى شكي تلعف محله يا بيت انا عايز اجيب منك دستة عيال بجد يا سيم مختار طبعا بس انا خايف عليكي والخيل فهه مسئولية واحنا لسه في اول سنة جواز يعني بعد ما اتعدي السنة دي ما عندكش منع طبعا بس دلوقتي خليها نتهنى ببعض قابل دوشة العيال وهدت العيل مش كده بس مختار امال ازاي؟ بالهداوة ازا كان بالهداوة ماشي انا حس ان انا في كبوس ونش هارف اصحى منا الحمدالله الحمدالله لكل شيء ليه؟ ليه بس كده احنا عمرنا مقزينة حد ولا عملنا حاجة وحشة فحد امتحان مين عندي ربنا هودا؟ امتحان صعبة قوي انا مش قادر استحمل ايه دي يا حبيبتي؟ اقدر ربنا زي ما ابتلانا يصبرنا ليه بس؟ ليه احنا بالذات؟ ما كل الناس ولادها في حضنها؟ لا يا هودا حرام ما تقوليش كده ده ده الحاجة الوحيدة اللي اتمنناها من الدنيا وما جاش بالزائل ولا انت نسيت ما نسيتش يا حبيبتي بس ايه دي؟ نا عدنا نستنى سنين واسنين لما صدقت انه جالي يا ربنا عود صبرنا خير والدهولنا طبعا عايز ياخدوا ليه؟ حراما عايز ياخدوا ليه داني بعد ما الدهولي ليه يا عز رب ليه؟ حراما انت قوليش كده قلتاني حراما ليه؟ يا رب الله 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 ايه دا العروب كلها كانت رجبة على بعضها وفكتوا؟ ماشى الله صابحة احنا هنا ايه الدارة اللي احنا فيه دا؟ ايه الدارة اللي اشتغري 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 قولي يا حاجة قولك ايه استنمالي انت هقولك كتير هو هو عارف انا سمعت كتير قوي على البتاع والبتاعنا احنا فيه دا اسمه ايه؟ ايه دا اللي كنت احسألك فيه؟ دا اسمه جاكوزي ايه ايه انا سمعت كتير عن الساكوزي دا بسمعت كمان عن التدليب ان انا مع عمر ما تخيالت ان الساكوزي والتدليب بالكلار والحلاوة يا الله 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 هو انت يا حاج عمرك ما انزلت جاكوزي ولا تدلقت لا 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 مرة في مصر روحت حمام بلدي وانزلت المختص بتاع الحمام وبعد عنك وقعت في قدير راجل ايه دا خف جبل طلعت من تحت اينه واخد عنه بقط موته الله الله هنا بقى لا فيه اولا ولا حاجة حاجة ها؟ هنا طباوة جاملة هنا اتلع كله ايه عمانة؟ صابحة انا ايه هنا؟ يا جارتي كنت تصير ايه حاجة كنت عملت ايه؟ وانتخدت محل وفحرت فيه اناية زي دي وكل يوم اتدلق فيها براحتي لا يا حاجة متاخدش راحتة اكاول كده؟ عندنا معاد كمان ساعة مع صاحب المصنع مش عايزين نتأخر ايه ايه صدق نسيت ده الجاكوزي ده والي يبتلل بيناسه بحق وحقيه خلاص خلاص كفايا يا حل خلاص بكرا هتلاقيني اعيدك في نفس النقرة دي ها؟ من بادري هتلاقيني اقاعد فيها بكرا يا حل بكرا يا حل ما بيتبعوش دولي الله حاجة هستنضافوا في اتنين كده بس هتعمل بيون ايه؟ يا ريت شو في الاتنين احط واحدة عادكم ودينه كان بالسنين على طول والتانية اعلقة في مدينة العربية فاكرا الفستان ده؟ يا يا ماما رست عندك ده فستاني وانا في ابتدائي اه انا باقى محتفظة بكل هدومكو وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لو رازقك ببن هتديك كل الحاجات اللي انا محوشها طب لو رازقني بولد ده يبقى حظه حلو قوي هياخد كل لبس خلانه التلاتة وهيهص عالاخر يا يا ماما ايه الحرص ده كله؟ حرص يا بنتي مش على التمد اللي اندفع في الحاجات دي مال على ايه ستكرة عالذكريات الحلوة عندي اقيم واهم من الفلوس كله شايفها ده؟ يا خلاصي ده صغير قوي ده كان بيلبسه اخوك المختار وهو عمره تلات سنين اشتريت من محل غالي قوي في وسط البلد الفلوس خلصت مني فاضطارت قامشي على رجليه خمس محطات وده كان بيدخل فيه؟ لا هو كان واسع شوية عليه كمان؟ انتو بتنتفوا بفروت مين بقى كده عالصب بفروتك انت طبعا فاكر ده يا مختار؟ يا ديني النبي ده بتاعي لو انا قد كده جبتوه منين ده؟ يعني خلاص كبروا بقى راجل طبعا راجل ولا انت اللي كراية تانية يا ست الكل ايه يا اخو انت من يوم ما كبيرت و بقيت راجل وانت بوسط ليه يا حبيبتي كده ليه؟ تقدر تقولي انت بتروح فين طول الليل والنهار من يوم ابوك مسافر؟ مشاغل يا حجة مشاغل والمشاغل دي بقى ما بتخلكش ترجع تبات في البيت؟ ايوة صحيح انت بتبات فين؟ ما انا اصلي بدل مفقع المشوار ده كل يوم البدبغة للفيلة والفيلة للمدبغة والتأجر شقة صغيرة كده في المانيا لجنب الشغل وبتعمل ايه بقى في الشقة دي يا سي مختار؟ دي استراحة ليه يا حجة بعد الغدة عشان ارجع اكمل شغل تاني يا حجة انا باشقى يلا وانا اذنوكوا بقى عشان انا تأخرت على معايا دي ياه سلام عليكم عليكم السلام وحتو الله وبركاته وانت كده ما ناخدش منه غير باك اشو بس اتنين فلط وعش اخمر وعش اصفر اكسيد وعش اصفر واتنين جزالي طاب يد بس تمامة بس ساعة اعمل حسابك عدمياد ما انت التلاف اللي جاي حاضر يا حالانت يا حافظي نفسي يوم التلاف واتجيب هدية احلى بوكي وردة هيكون عندك اه بوكي وردة ده ايه بقولك هدية ايوة انا الوردة ده مش حد تقولها سلف انا حد تقولها هدية الوردة ده تهدي الوحدة بتحبها طب ما انا بحبها ولا هي عشان حماتي يعني لازم اكون بكرهها بقولك ايه ما تلفش وتدور علي يا سعد انا عارفات كويس عايزة ايه يا رشا تجيب هدية ده انت عارفة جرامة ده بوصل كان دلوقتي ايا كان ده شكلنا يا سعد شكلنا قدام مين دي مامتك يعني لازم تقدر ظروفنا واحنا بنشطب وبنوضب وبطننا مفتوحة انت هتفضل طول عمرك كده تتخنق على الفلوس وهي الفلوس دي بتيجي بالساهل يا رشا الناس بتدفع الكوطة عشان تجيب الفلوس اوف انا اتخنقت منك ومنبخلك يا اخي يا رشا رشا كتنقصاك انت كمان يا حماتي ما كنت تأجلي يوم ولدتك شوية هادي كله بالانجليزي امضى والعربي عادي يعني امضي الامضى اللي انت عايزها يا حبي اوه السطوش ليلا ايش يا غروب هنا السردائي بمعرفتكم شكرا شكرا عفا عفا كده تماما لا تمام دي ايه هتديلوا الفلوس بتا هتديلوا الفلوس من غير الصلاة ولا الشيكات ولا حاجة ما انت معاك العقدة هو حاجة ولا هعملي بالعقد هاشتكلي بالعقد يا حاجة قبل كده انا قلتلك دول الناس مضمومين انا ده منهم ايه بعملنا دين ملاش حصابين هادية لكم هذية لنا هاذية لنا هديية لنا شكرا شكرا ميشة شكرا هامر يا حبي اذا كنت اتدري هنالي كده يا حاجة اه اصلا بصراع يا حاجة انا قلتلك ينادي انت لسه عريس جديد فهم اقدوك منشطات هدية يعني الفياج راسيني والله عدو سوق ان شاء الله مردو طالك في الفرح وحدعيلك واول عيل حسميه صنج طمين يا دكتور زي ما قلتلكم قبل كده الحالة حرجة جدا وتستجيب للعلاج ببطء والعمل يا دكتور والله اعملنا في ربنا كبير ان قلبه يستجيب للعلاج بشكل ملحوظ وده ممكن يحصل هو ممكن بس الغيط دلوقتي مفيش اي مؤشرات بتؤكد ده ادعولوا يا جماعة ربنا معا ان شاء الله خير يا رب يا رب يا رب يا رب لتقف بي يا رب يا رب يا رب خلاص بقى يا رشا مش هنقضي فترة الخطوبة كلها متخنقين قول لي نفسك انت دايما اللي بتكون السبب انا برضو ماشي ماشي يا رشا هحقك عليها لا انا مش هقبل على فكرة اعتذارك بالكلام يعني مال بايه؟ بالافعال طبعا طيب انا حجيب لمامتك هدية دهب ارتاحتي؟ لا انا لسه في ايه تاني؟ تاخد ماما اتنق هديتها وبنفسها ايوا بس انا عايز اعملها لها مفاجأة ده شرط الوحيد لو عايزت صالحني ماشي يا رشا هاخدها وامري لله عبابتي يا دوتي ايه رأي حضرتك في السلسلة الحلوة دي يا حماتي؟ يعني مش قد كده مش قد كده ازاي دي ريئة جدا ايوا بس خفيفة طب ايه رأي حضرتك دي؟ ايوا كده تقيلة وتملأ العين يعني اعجبكي؟ ايه لعبداني؟ هوا دي الحاجات التقيلة الحلوة يا سلام سلام ايه بس يعني مش ملاحظة ان يعني زوقها بلدي شوية؟ بلدي؟ بلدي شعق بها؟ احنا مالنا ادفعوا بالتساكل ايه دعم الكام دي؟ ايه طيب ايه دي تعمل لها خمس تلالكين طب انا ينفع ادفع بالفيزا؟ اوي اوي تحتاج طب مبروك يا حمارتي الحمدالله على السلامة يا حجوم الله يسلامك يا مختار السفارية كنت توفاها الحمد لله على الاخر الحمد لله والبضاعة هتوصل الاخر الشهر ان شاء الله على خيرت الله ده ماما هتفرح قوي لما تعرف انك جيت بالسلامة وهتكون قلت لحد اللي وصلت تستعمل لهم مفاجأة مفاجأة ايه؟ ده انا هعملك انت مفاجأة ايه؟ تعتطلع دي الوقت على بيت نعمت حبات عندها يومين بعد كده تيجي انت تاخدني على اني لسه وصل من الصين ايه رأيك في المفاجأة ايه؟ ازا كان كده؟ ماشي يعني انت لسه مجاتش يا زي ما تقول على وصول هتيجي بالسلامة يا لأ حجومة الله يسلمك الله يحج ده حلو قوي دب إيدك دب إيدك ده فيه حاجات كتير قوي جوه حلو قوي يا حج ربنا يخليك ليه فعليش هما لك وسيارين بس الحاجات دي ان شاء الله هتطلع مياسك يلا وحلو قوي دي كمان شابتي؟ شابتي؟ بقولك ايه ما تخش بقى تلبسينا وميصي النومة بوريش ده أنا حاوزك الليلة تبني نعامة من عناية يا حج درستة بعينيك يا جميل ايه ده؟ انت مش جاي معي ولا ايه؟ مش جاي معاك؟ انت سؤال برده ما انا ايه جاي من الصين اعمل ايه؟ طبعا جاي وراك على طول ايه با ليلتنا صيني بيصالة عن نبي نيها او بسأل خير يا حبيبتي؟ بسأل نور يا ماما مش عوايدك إلا بسحكي لحد الوقت مش عارفة مش جاي لي نوم حاسك كده ان قلبي مقبوط بعد شرع عليك يا ماما في ايه؟ اهلوم انا جيت اتطمن عليك يا حبيبتي عايزة حاجة؟ تحلمش منك يا حبيبتي طيب انا احاور حقرة كرآن شوية يمكن اهدى صباحي على خير انت من اهله قا اتتoin منك يا حبيبتي المس responder ايه يا حاج? ايه? يا لهو. انت بتعمل كده ليه يا حاج? يا لهو. مختار مختار مختار. مرة كده. ايه? اه حاج بوك. هلو? ايه نعم واحدة واحدة مش فابحة يا جي. ايه الحق يا بوك? ايه اللي ايه حاج بوك. ايه؟ ايه حاج بوك. ايه حاج بوك. ايه. موسيقى. يبقى في حياتكم يلاوي علي وعلى ضغط الاسود ايه اللي يزاوي راح بالبال